أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تعتهوا لنحجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهن فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذدريتهم في الخلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم للا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأصواجهم في ظلال على الأرائك متكتون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلناكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجدهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السرط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي رميم قل يحنيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نانا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْي تُرُجَعُونَ صدق الله العظيم اللہ اے پربردگارِ عالی سورة یاسین کی تلاوت کی مولا جس نے بھی سنا کاروبار میں ترقی کے لیے سورا مولا اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما مولا جس نے رزق کی برکت کے لیے سنا اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما مولا جس نے جس مقصد کے خاطر سورة یاسین کی تلاوت کو سنا اس کے اس مقصد کو پورا فرما مولا ہم گناہگار ہیں سیاہگار ہیں بدکار ہیں قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں مولا اس یاسین کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا خطاؤں کو درگزر فرما مولا ہم سبی کو دنیا اور آخرت میں عالی مقامتہ فاما مولا اندھیری قبر سے در لگتا ہے مولا قبر میں کھیڑے مکولے آئیں گے مولا قبر میں عذاب دینے کے لئے فرشتے مسلق لیے جائیں گے مولا اس یاسین کی برکت سے ہماری قبر میں اجالی عطا فرما مولا ہماری قبر میں اس یاسین کی برکت سے نور عطا فرما مولا روشنی عطا فرما مولا ہر سننے والے کی جائز مقاصد کو پورا فرما مولا ارادوں کو پورا فرما مولا هر خواہش کو پورا فرما مولا پروردگار عالم کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری ہر عارض و ہر بے قصو مجبور کی آمین اللہم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاکهة والنخل ذات اللکمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تکذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تکذبان مرج البحرین يلتطیان بينهما برزخ لا يبغیان فبأي آلاء ربكما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تکذبان وله الجهال المنشآت في البحر کالأعلام فبأي آلاء ربكما تکذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تکذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تکذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تکذبان يرسل عليكما شباز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تکذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تکذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تکذبان ولمن خاف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تکذبان زباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تکذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرط وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهما قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تکذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تکذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تکذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تکذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تکذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تکذبان فبأي آلاء ربكما تکذبان متكئان متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان فبأي آلاء ربكما تکذبان فبأي آلاء ربكما تکذبان تبارك اسم ربكما ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربكما ذي الجلال والإكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة